بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين قراءات اليوم السادس والعشرين من شهر أبيب نياحة البار يوسف النجار نياحة أنبتي مثاوس الأول بابا الإسكندرية الثاني والعشرين تقرأ فصول اليوم الرابع والعشرين من شهر بشنس وهي مرتبة على عيد دخول السيد المسيح أرض مصر انجيل عشية قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بَرَكَتُهُ عَلَى جَمِيعِنَ مِمَّ زَمِير يَبِيْنَ دَاوُدَ النَّبِي بَرَكَتُهُ عَلَيْنَا أَمِينَ فَدَخَلَ إِسْرَائِيلُ إِلَى مِصْرِ وَيَعْقُوبُ تَغَرَّبَا فِي أَرْضِ حَامِ أَرْسَلَ مُوسَى عَبْدَهُ وَهَارُونَ الَّذِي اخْتَرَى جَعْلَ فِيهِمَا أَقْوَالَ آيَاتِهِ وَعَجَائِبَهُ فِي أَرْضِ حَامِ هَلِّيهِ يَا مُبَارَكَ أَلْآتِ بِاسْمِ الرَّابِ رَبُّنَا وَإِلَهُنَا وَمُخَلِّصُنَا وَمَلِكُنَا كُلِّنَا رَبُّنَا يَسُوعُ الْمَسِيحِ إِبْنُ اللَّهِ الْحَيِ الَّذِي لَهُ الْمَجْدُ دَائِمَا رَبُّنَا إِلَى الْأَبَا أَدْ آمين ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم مضى إلى الجليل وترك الناصرة فأتى وسكنا في كفرنا حوم التي على شاطئ البحر في تخوم زبلون ونفتاليم لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل أرض زبلون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما والجالسون في الكورة وظلال الموت أشرقا عليهم نور من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول طوبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات اشتركوا في القناة 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 الذي أرضاني حبيبي الذي سرت به نفسي أضع عليه روحي فيخبر الأمم بالحق لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوتا قصبة مرضوضة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ حتى يخرج الحق إلى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الأمام حينئذ أحضر إليه أعمابه شيطان وهو أخرس فشفاه حتى إن الأخرس تكلم وأبصار فبهت كل الجموع وقالوا أليس هذا هو ابن داود أليس هذا هو ابن داود البولوس فصل من رسالة معلمنا القديس بولوس الرسول إلى كنيسة أفسس بركته علينا آمين وأنتم أيضا إذ كنتم أمواتا بزلاتكم وخطاياكم التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي هو يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضا جميعا كنا نسلك قبلا بينهم في شهوات الجسد عاملين مشيئات الجسد والأفكار القلبية وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضا ولكن الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته العظيمة التي أحبنا بها ونحن أموات بزلاتنا أحيانا بالمسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع لكي يظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم إنما هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن خليقة مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لذلك اذكروا أنكم أنتم أيها الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد أنكم كنتم في ذلك الزمان بدون المسيح أجنبيين عن سيرة إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لرجاء لكم وبلا إله في العالم ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدة ونقض الحاجز المتوسط وأبطل العداوة بجسده وأبطل ناموس الوصايا في الفرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلنا العداوة بذاته فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين وبسلام أنتم القريبين لأنه به صار لنا كلينا الدخول في روح واحد إلى الآب فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء بل أنتم شركاء وطن القديسين وأهل بيت الله مبنيين على أساس الرسل والأنبياء والمسيح يسوع نفسه هو حجر الزاوية هذا الذي فيه كل البناء مركبا معه ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون بالاشتراك معه مسكنا لله في الروح نعمة الله الآب فالتحل على أرواحنا آمين الكاثليكون فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس يوحن الرسول بركته علينا آمين يا أحبائي فلنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة بهذا أظهرت محبة الله فينا لأن الله قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا به في هذا هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه فداء لخطايانا يا أحبائي إن كان الله قد أحبنا هكذا ينبغي لنا أيضا أن نحب بعضنا بعضا الله لم ينظره أحد قط إن أحببنا بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا بهذا نعرف أننا نثبت فيه وهو يثبت فينا لأنه أعطانا من روحه ونحن قد رأينا ونشهد أن الآب قد أرسل ابنه لخلاص العالم من يعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو أيضا يثبت في الله ونحن قد علمنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله يثبت فيه بهذا تكملت المحبة فينا أن نجد دالة في يوم الدينونة لأنه كما كان ذاك فهكذا نحن أيضا نكون في هذا العالم لا خوفا في المحبة بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج لأن الخوف له عذاب وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد آمين الابراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهر المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم علينا آمين وفي ذلك الوقت ولد موسى وكان جميل مرضيا عند الله هذا ربي ثلاثة أشهر في بيت أبيه ولما طرح أخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنه فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في كلامه وفي أعماله ولما كملت له مدة أربعين سنة خطر على باله أن يفتقد إخوته بني إسرائيل وإذ رأى واحدا مظلومة فتحنن عليه وانتقم للمغلوب إذ قتل المصري وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصة وأما هم فلم يفهموا وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فوفقهم للصلح قائلا أنتم رجال إخوة لماذا تظلمون بعضكم بعضا فجحده الظالم لصاحبه قائلا من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا أتريد أن تقتلني أنت كما قتلت أمس المصري فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد هناك ابنين ولما كملت أربعون سنة ظهر له ملاك في برية طور سينا في لهيب نار على عليقة فلما رأى موسى الرؤية تعجب وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا أنا هو إله آبائك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب فارتعد موسى ولم يجسر أن يتأمل فقال له الرب اخلعنا على رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه هو أرض مقدسة قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم فهلما الآن لأرسلك إلى مصر لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة آمين إنجيل القداس قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارتي معلمنا القديس متى البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع ممزمير يا بينا داود النبي بركته علينا أمين وضرب كل بكر في أرضهم وأوائل كل أتعابهم وفرحت مصر بخروجهم لأن خوفهم أتى عليهم هلين أتعابهم يا مبارك الأتب باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأباء آد آمين ولما مضوا إذا ملاك ربي قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم واخذ الصبيا وأمة وهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأمنا هيرودس مزمع أن يطلب الصبيا ليهلكا فقام وأخذ الصبيا وأمه ليلا ومضى إلى مصر وكان هناك إلى وفاته هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني حينئذ لما رآه هيرودس أن المجوس سخروا به غضبا جدا فأرسلا وقتلا جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها من ابني سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس حينئذ تم ما قيل بإرميا النبي القائل صوت سمع في الرامة بكاء ونحيب كثير راحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين فلما مات هيرودس إذا ملاك ربي قد ظهر في حلم ليوسفا في مصر قائلا قم واخذ الصبيا وأمه واذهب إلى أرضي إسرائيل لأمنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فقام وأخذ الصبيا وأمه وجاء إلى أرضي إسرائيل فلما سمع أن أرخ الله سيملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خافا أن يذهبا إلى هناك وإذ أوحي إليه في حلم ذهبا إلى نواحي الجليل فأتى وسكنا في مدينة تدعى ناصرا لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا والمجد لله دائم اشتركوا في القناة